يعني حذك زي ما قلت عشرين مليون أسرة يعني رقم كبير عشرين مليون مستفيد عفوا عشرين مليون مستفيد ده رقم كبير جدا بس لازم عشان يعني هذه الجهود وهذه المساعدات تصل بشكل سليم تعملتم على أساس خلينا نقول منهجي وكان فيه قاعدة بيانات موسعة ودقيقة جدا ويعني ده مهم أو يعرف من حضرتك يعني وصلت بفكرة قواعد البيانات السليمة والدقيقة دي لأي مدى كيفية اختيار الأسر أو المستفيدين أصلا بتتم على أساس إيه إيه نوع المساعدات اللي بتقدمه وتقدم على أساس إيه قاعدة البيانات من العوامل الضرورية لانطلاق أي عمل أهلي ناجح لا يمكن أن يتصف العمل الأهلي بالنجاح ولا يمكن أن يحقق مستهدفاته بالوصول لشرائح الأولى برعاية دون قاعدة بيانات واضحة عشان كده التحالف الوطني بدأ بأهم وبدأ بأهم هدف لي وهو التنسيق لبناء قاعدة بيانات واضحة ما بين كل مكونات التحالف وكمان التنسيق مع وزارة التضامن وكل الجهات المعنية ببيانات الأسر الأولى بالرعاية الفكرة ما كانتش بس مجرد بناء قاعدة بيانات وفقط خالص الفكرة كانت بناء قاعدة بيانات مرينة تسمح برصد حال الأسر الأولى بالرعاية بشكل دائم تسمح كمان بخروج الأسر اليوميا قد يعني بفضل المساعدات السابقة وفضل التغييرات وبفضل الفرص الموجودة في المجتمع قد تخرج عن دائرة يعني بحث ميداني يعني طبعا بتنزلوا بعيون الناس والمتطوعين ويشوفوا الأحوال يعني هو ده هو ده مجرد بس تلقى ده آليات طبعا دي آليات المرونة بقى يا سمحمد إن حضرتك وانت بتشتغل وانت بتتابع انت بتقدم النهاردة بتوزع كاراتين مبارح كنت معهم في قفلة طبية قبلها كنت بتعمل لهم تمكين اقتصادي انت مع الأسر بشكل يومي في مختلف الجمهورية من خلال فرق عمل ومن خلال متطوعين ومن خلال جمعيات قاعدية وبالتالي انت أقرب ما يكون إلى حال الأسر داخل منازلهم معروف إن الدول والحكومات عندها القدرة للوصول إلى الفرد في نطاقه الجغرافي اللي بيعيش فيه أي حكومة على مستوى العالم مش بس إحنا يعني بتنتهي دورها عند المواطن في نطاقه الجغرافي المجتمع المدني أكثر يعني يده أكثر طولا للوصول إلى المواطن كمواطن للمواطن داخل منزله لمعرفة مدى احتياجه الشخص وبالتالي بناء قاعدة بيانات يعني على واقع حقيقي ورصد حقيقي ده كمان من بين يعني مزايا المرونة في بناء قاعدة البيانات إن أنا أبقى عارف النشاط الاقتصادي اللي بيحترفه رب الأسرة إذا كان عنده نشاط ومن هنا بقى أبدأ أنطلق معاه في تمكين اقتصادي واعي يعني أنا برضو بيسعدني أني أكرر تجارب لجمعيات أهلية زي مؤسسة صلماع الخير اللي بأشرف أني مدير المركز العلمي ليها كعضو للتحالف الوطني في مسألة التوفيق ما بين ما يمتلكه رب الأسرة من مهارات وإمكانيات والانطلاق بها لتمكين اقتصادي